جهز يا حجة جهز يا ابن بعد ما صورت الفيديو اختيلي اللي انا قصة مش بصور اتخيل بقى بعد ما عدت اعمل في الفيديو بقى وايه وضعت وقت بقى ومجهود وبتاعه ماش يا سيدي بوس يا سيدي انا هنتكلم النهاردة على اخر الاخبار اخر اخبار الحرب بين المقاومة الفلسطينية والقوات البرية الاسرائيلية في الام الفاتح دي كلها الحقيقة ان كتائب القسام وكتائب المقاومة الفلسطينية وغدين القوات البرية حاليا غسيل ومكوى يعني روائين عليهم على اخر كل يوم بيعملوا كمان مفخخة في البيوت المهدومة يعني خليهم يخشوا بيت ويكونوا مثلا حاطين فيه كمين حاطين فيه متفجرات واول ما يخشوا القوات الاسرائيلية ومفجرين البيت دي هم يضربوا بقر بيجي من بعيد مسلا يخليهم يخشوا يتحصنوا جوا بيت ويموتوهم فالكصص كتيرة عدد كبيرة جدا من الاسرائيليين الفترة دي بتموت والاسرائيل بتصوت لان هي ما عندهاش عدد كبير من ناس هي عن مشكلتها الوحيدة اللي هي عندها مقص في العدد البشري فراحوا في الاول جابوا ناس من امريكا الجنوبية ودفعوا لهم تلات تلاف يورو في الاسبوع الواحد عشان خاطر يخشوا ويحاربوا معاهم وعدد كبير وبقوا كبيرة وكده فهم فالمرتزقة اللي جم من برة دولت لما كنت تتسألهم في الاول تروح لروسيا تضرب في روسيا ولا تضرب في حماس يقولك ان هاجي الحماس هنا حماس ايه امرها سهل وامراها هين لان انت كده كده ايه اا ما اسمعهمش سلاحة كل واحد معابه لو معابه اندو ايه واحد احنا داخلين بعدد كبير معنا معداتها متحصنين جامد بتاع فهم انما دلوقتي اعتقد ان المرتزقة هيقولك هنروح لروسيا هناك ليه بقى لان انت عندك حماس دلوقتي بتتعلقهم من تحت الارض بتضربهم بمسابة سفر فانت هتموت وهتشبع موت يعني فهم فالموضوع بقى خطر جدا عليهم والمخاطرة بقت عالية على حياتهم يعني فهم سيبك هناخد كامل فلوس بالموضوع بقى خطر جدا 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 فهتلاقي في عزوف عن مش لقين الناس مرتزقة يجو في عزوف محدش عايز يروح يحارب مع الجيش الاسرائيلي وهم اصلا عملين يموتوا الجيش بتاعهم اليهود الاصليين عملين يموتوا فالمشكلة عمالة تكبر وكمان ايه بقى حسبة بتحسب انت عمال تدفع بقى لكل واحد وحماس عشان ما اقدر الموضوع دوت فحماس لما بتجي تعمل عملية قنص لحد ما بيتموتش جندي صغير ممكن يكون حد مرتزق او حاجة لا بيتموت الزابط رتبة يعني يكون نقيب يكون رائد يكون حاجة في الجيش يعني متعلق علي كتف وكده حاجات فهم بيسيبوا الجنود وبتموتوا الناس زيت ناس كبيرة رتبة كبيرة وهي دي الحاجة الوحيدة اللي اللي فعلا بتوجع اسرائيل لان انت الزابط النقيب او العقيد او رتبة كبيرة دي ده مصروف عليه يا باشا مصروف عليه قد كده ثم انت جاي في ثواني تقوم موته لي مصيبة الاكبر بقى ان اسرائيل لما بتضرب او المقاومة في فلسطين لما بتضرب بتصور صوت وصورة يعني انت الدبابات المركافة والاليات وكان فيه قالية عندهم اسمها دي ناين اللي هي بتجرب الارض والحاجات دي كلها والحاجات المدرعات دي المقاومة في فلسطين لما بتضرب بتصور احنا بنفهم احنا بدربنا ايه بتصور قبل وبعد عجب ما تجيش ما تطلعش الميديا الاسرائيلية تقول لك لا ده مش بتاعتنا لا ده مش اتبعنا ده في حرب سوريا القديمة ده في افغانستان القديمة لا يا باش انت متصور صوت وصورة ده جندي بتاعك ده اللبس بتاعك ده كل حاجة والالية بتاعتك بتتضربها. كيف اللي عملة خمسة مليون دولار بتروح باربي جيم ماكملش الف دولار خمسة مليون دولار بتروح بالف دولار بس. ارهنك ان لو ما كانتش حماس بتصور كانت اسرائيل حاليا هتقول لك انا خلاص بمناسبة الكريسماس احنا مش هنحارب تاني وهنروح نشرب حلا بسة مع بابا نويل. ولكن هم عشانهم متصورين هم مضربين فهو اجبار عليهم مجبرين ان هم يحاربوا تاني ويفضروا مكملين في الحرب لان انت متصور وانت مضروب. كارب مثال الخنزير اسمه النقيب اسمه ديفيد فيما صاحب قرار الاعدامات الميدانية. لما جمعوا الفلسطينيين كده وخلوهم يلاعوا من فوق وكده. ده اتقتل. اللي قزر القرار بالاعدامات الميدانية ده اتقتل. مكاومة خلصت عليه واعلنوا مقتل نقيب تاني اسمه هرائيل شارفيت ولا شارموت? لا شارفيت يعني سوريا جماعة. شارفيت قال في الميديا ان هو مش هيرجع الا لما يرجع الرهائن. هو فعلا ما رجعش لان هو خلاص اتقتل. بصراحة احنا كلنا متسجدعين لقوات المقاومة وقوات حماس مسترجل لهم قوي. لسبب معين ان اي حد اسرائيلي بيطلع يستفز في الناس في فيديو. اه المقاومة تاني يوم بتكون قتلاه. يعني الفيديو الراجل اللي هو عمل مفاجأة لبنته اعمل في عيد ميلادها وفجر بيت. تاني يوم كان مات. يعني في نفس الاسبوع ما اكملش يومين تاتى ام اتلوه. الفيديو بتاع الخانزير التاني اللي كان دخل محل الالعاب وقصر الالعاب ووعد يرمي كده ووعد يلعب. ده تقتل برضو. فاي حد بيطلع يستفز في الناس نهايته بتكون في غزة. ليا غزة من كتر الناس مخايفة فيها من كتر الكوات الاسرائيلية مخايفة. الدبابة بتاخدها جاري. يعني ما بتلاقيش دبابة واقفة خالص ولا بتتمختر زي في اول الحرب. لا يا باشا. ده انت لو قفت كده هتجف سواني. الدبابة بتخدها طيران. فهم? لان هي بتعدي على كميات كبيرة من بيوت المهدومة. وممكن حد لو هي وقفت حد هينشاه وهيجيبها. وحياتك الدبابات لو بتجري برضو بتجاب. لو بتجري سريع وطيران برضو بتجاب. والمجند الاسرائيلي اللي بتلع خبر عنه في السوشال ميديا اللي هو حلم بكوابيس. وسحي تاني يوم ام فتح النار على الجنود الاسرائيليين اللي حواليه. هو اسرائيلي. اه يا طرى احلمت بايه? يا طرى انت عملت ايه? وارتكابت جرائم ايه? وقتلت كم طفل? وقتلت كم راجل? وقتلت كم ست? ويعني اكيد اه ايدك ملطخة بالدماء بطريقة مفزعة. الناس دي عملت كل حاجة تتعمل. يعني كل الجرائم اللي انت فكرت فيها وما فكرتش فيها هم عملوها. وكان الهدف بتاعهم اللي هم يموتوا الصحفيين عشان خاطر محدش يخرج الصورة برا. فالحد دلوقتي قتلوا اكتر من مية صحفي ولا مية وسبعة صحفي. عشان خاطر الصورة ما تتنقلش برا. لان الصحفيين هم السبب ان خلوا سورة السرائيل تتهز في فترة ديت. وانها تفجد الكسير من تعاطف الدولي معها. في حالين في غزة ناس كثيرة جداً بتموت ومحدش يعرف عنهم حاجة. مجازة بتحصل ومحدش يعرف عنهم حاجة. قطعين عنهم من النت وقطعين عنهم من الكهربة. مطسور مخلط على اير اعزة. ان خشمل. ان مازون. ان ماين. ان ديلك. الكل سجور. نحن نلخمين بخيوة ادم. وانحن نهاجين بيتين. من اسبوعين بالزبط. في حماس عملت كمين للكوات الاسرائيلية. وخلوا يجي عشر يعني كوات كوة صغيرة كده عشر افراد دخلوا بيت. قاموا ضربينهم. قامت جات النجدة الاسرائيلية عشان خاطر تتلحق الجسس وخاطر اللسه عايش تجيبه. قاموا ضربين يعني الكوات الاكبر اللي جات تنقذ. قاموا ضربينهم برضو واستهدفهم في كمين. قامت جات كوات تالتة. كوات اكبر كوات تالتة. وضربوهم برضو. كانت مجزرة مات فيها اكتر من ستين شخص. ستين جندي على زابط اسرائيلي. يعني تعافين ايه? اسرائيل تفقد ستين واحد في كمين. دي 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 مصيبة. ده الجندي عندهم بيسوي بيسوي الملايين يعني. الموضوع في غزة مفوش زار. انت يا قاتل يا ماتول. مبارح حماس يوم تسعة وعشرين ديسمبر استدرجة كوة اسرائيلية دخلتهم بيت. والبيت ده كان مفخخ. حاطين فيه الغام اربع عبوات. واول ما دخلوا البيت اموا مفجرين فيهم وموتهم. وسورتهم فيديو وتلعب عبايدة يتكلم على اللي حصل دوت. عبايدة بقى ايه? يعني هما بيصوروا فيديو ويطلع عبايدة في اخر اليوم يحصر لك اللي حصل ده كله. يقول لك بقى دي احنا النهاردة ده رابنا كم دبابة وكم بتاع وكم جندي وقاتلنا كم زابط وراجل ده عصل اوي بجد. جزء التاني من الكماشة اللي عاملها المقاومة على اسرائيل كانت الحسين هما ضربوا صواريخه. النهاردة طياره صاروخ ويطلعوا مسيارة حسية. ولكن كان فيه كده مدمرة امريكية واقفة بارجة. فوقعت الحاجات دي. يعني وقعت الصاروخ ووقعت الطيارة المسيارة دي. بس خلي بقى لك من نوع الصاروخ الصاروخ كان صاروخ باليستي. يعني ده انت مش بتكلم في صاروخ صغير. الصاروخ باليستي ده اكيد الحسين جايبها من ايران. عايز انهي الفيديو بتويتا انا قريتها لمدير مركز لندن لاستراتيجيات الاعلام اسمه الاستاذ. الاستاذ احمد رمضان. التويتا دي حاجة غلط فحبيبنا انا صلحها ان خلال ست ساعات. ساعات ايه يا بيه? دي احنا اللي عدينا في ست ساعات. هم عشان ياخدوا في النكسة كان ست ايام. يقول لك خلال وليكن ست ايام اسرائيل سيطرت في اسرائيل سيطرت على ثلاث اراضي من دول عربية. ولكن خلال اربعة وتمانين يوم ما ادريتش انها تسيطر على متر واحد من غزة بسبب المقاومة. وان نتنياهو بيحاول ان هو يقفز من فوق الشجرة ولكنه اه خايف يقع تتكسر رجلية. ان شاء الله تتكسر رقبته بازن الله. فكل يوم يصر فيه على الحرب بيخسر مزيد من قواته. يواجه مزيد من المشاكل. مفيش فلوس الاقتصاد واقع. السياحة مضروبة. المصانعة مقفولة. اه مفيش اكل التضخم عالي. فكل النواحي ضربة في اسرائيل. فانتهى وقت العربدة. وجيه وقت الحساب. جيه وقت ان اسرائيل تدفع التمن. تدفع التمن اللي هي عملته ده كله. لو وصلت معي لحد اللحزة دي اتمنى اللي انت تطولينا رأيك وتدعي لفلسطين. تعمل اللايك. اشتراك. تشوف اللي فات السنة اللي جاي. السلام عليكم.